خمسون مليار دولار هي خسائر الجزائر في عملية التصدير نحو أوروبا أرقام باهظة دفعت الجزائر إلى المطالبة بإعادة مراجعة الاتفاق الجزائري الأوروبي بعد عشرين سنة من توقعه باعتباره خطوة ضرورية في ظل التقييمات التي تشير إلى خسائر كبيرة تكبدتها الجزائر نتيجة الإحفاءات الجمركية على السلع الأوروبية بينما لا تجد سلع الجزائرية طريقها إلى السوق الأوروبية المراجعة تهدف إلى إعادة توازن في الاتفاق بحيث تستفيد الجزائر بشكل أفضل وتقلل من الاعتماد على السلع الأوروبية وتدعم دخول منتوجاتها إلى الأسواق الأوروبية وهذا يشمل إعادة تفاوض حول إعفاءات الجمركية وتطوير سياسة لتحفيز الصناعات المحلية في الجزائر الجزائر وبموقعها الاستراتيجي وقوة مواردها التي تتيح للمجموعة الأوروبية ضمان أمنها الطاقوي كمشروع ربط أوروبا بشبكة الكهرباء الجزائرية والهيدروجين الأخضر ما دفع الاتحاد الأوروبي للرضوخ لمطلب الجزائر سنناقش مع الجزائر اتفاقية الشراكة كما أشار إليها السيد رئيس الجمهورية ولقد سنحت لنا الفرصة لمناقشة المواضيع الجيوسياسية وأهمية العلاقات مع إفريقيا والساحل والجزائر التي تعتبر القوة الإقليمية وهي مركز للعلاقات بين هذه الدول رغم الصعوبات الموجودة حيث ترغب أوروبا أيضا في تقديم مساهمة لحل مختلف القضايا خطوة هامة نحو تغيير النظرة إلى الجزائر فبعدما كانت تعتبر سوقا حصريا يختطع منها ما يناهز الخمسين مليار دولار سانويا ناهيك عن تضخيم الفواتير ها هي تأخذ مكانتها الحقيقية كشركة استراتيجية فرضته الجغرافيا السياسية والوزن الإقليمي له في منطقة شمال إفريقيا والساحل الإفريقي وكذلك قدراته الطاقوية الهائلة